خلينا نروح لخبر آخر من برة هو خبر الحقيقة يعني فيه شوية بهجة كده وطريف فيه سيدة أسترالية راحت تكشف على حسابها في البنك فلاقيت أن عندها حوالي 10.5 مليون دولار زيادة ملهاش علاقة بيهم يعني مش بتوعها أصلا بس موجودين في الأكاونت موجودين في حسابها باسمها اللي حصل أنه المبلغ ده تحول لها عن طريق الخطأ كان المفروض أنه البنك بيرجع لها أو شركة لتشفير العملات كانت المفروض بترجع لها فرق فلوس لها كانت تقريبا تحط في حسابها حوالي 10 أو 100 دولار تقريبا تعد لها 100 دولار فبدل ما تحط لها 100 دولار الشركة الحقيقة اكتشفت ده بعد 7 شهور أنها وضعت لها 10.5 مليون دولار الشركة بدأت فيه اتخاذ إجراءات قانونية لأنه يعني إحنا مش عارفين تفاصيل هنا إيه بس بنتخيل أنهما قالوا للست لو سمحت رجعيننا ل 10.5 مليون دولار يعني وارد أو تكون الست رفضت يعني مبلغ مش قليل عشان تلاقي نفسك فجأة معك في الأكاونت في حسابك البنكي 10.5 مليون دولار الشركة بالفعل حصلت على حكم بتجميد هذا المبلغ في حساب السيدة ولكن للأسف كان أغلب المبلغ كانت حول لحسابات تانية اتجمدت بعد كده وبحسب وفائق المحكمة فإن المرأة الأسترالية أنفقت 1.35 مليون دولار اشترت بهم منزل مكوّة من أربع غرف نوم في ملبورن خلال فبراير الماضي وبعدها أو ده كان قبل ما تحول ملكية العقار لشقيقتها اللي بتعيش في ماليزيا طبعا حضراتكم مش محتاجين تسألوا يا ترى صرفت يعني بقية المبالغ في إيه أكيد في الشوپنج يعني 10.5 مليون دولار اتحطوا الواحدة 6 في حسابها أكيد راحوا في التسوق والشوپنج اشتركوا في القناة